لكن على فكرة قيمة النادي الاهلي ومكانة النادي الاهلي نارضة الاتحاد الافريقي بيعلن عن قائمة العشرة العظماء في القرى الافريقية هذا العام من خلال بطولات الكاف كلها مين افضل عشر اندية في افريقيا هذا العام انتاجا ونتائجا كان النادي الاهلي على رأس قائمة اندية القرى في 2021 واحد وعشرين وهتلاحظوا انه حتى القائمة لما تستعرضوها معظمها للاندية اللي شاركت في دور الافطال حتى انه الرجاء وهو بطل الكنفدرالية اللي هلعب الاهلي على مباراة السوبر ان شاء الله ترتيبه تقريبا السادس او السابع ما عندناش الترتيب كنا قريناة يعني يريد تدهولنا يا جماعة التمانية اندية دور الافطال والاتنين بتاعه الكنفدرالية فده كان دليل على هذه القيمة الكبيرة لبطول الدور الابطال وعلى جدارة النادي الاهلي بتحقيق ما انجزهم ده جاي مع تدشين النجمة العشرة على شعار الاهلي انه الاتحاد الافريقي وهو بيعلن عن قائمة الاندية العشرة يكون النادي الاهلي تسمح لي ارامك اتفضل العشرة بالترتيب اي افضل عشرة اندية في اه اه عشرين وواحد وعشرين اي الاول الاهل المصري الثاني كايزر تشيفز جنوب افريقيا الثالث الترجل التونسي الرابع الودان المغربي الخامس ساند داونز جنوب افريقيا السادس سيمبا التنزاني السابع شبيبة بلوزداد الجزائري الثامن مولدية الجزائر التاسع الرجاء العاشر شبيبة القبائل الجزائري هذه القاب لم تمنحها الاندية لنفسها ولكنها القاب رسمية صادرة او ترتيب رسمي صادر عن الاتحاد الافريقي هنلاحظ انه الاول والتاني الطرف المبرهن هي الدور الابطال الاهل وكايزر تشيفز وحتمشي معاهم حتى في اللي لعبوا في السيمفاينال الترجل والوداد ساند داونز وسيمبا التنزاني الى ان تصل الى الاتنين بفيه الكنفدرالية الرجاء بطل الكنفدرالية وشبيبة القبائل الوصيف بتاعه دي قيمة دور الابطالة عشان لما بنقول ليه الاهل بيحتفل بتاتشين النجمة العاشرة تعرفوا ان دي مسألة مش من فراغ مسألة ان حتى الكاف وهو يقيم اندية القرى عن هذا العام يضع بطل دور الابطال وهو النادي الاهلي على رأس افضل عشر اندية في القرى في هذا العام ولو كان تابعنا البطولة اللي فاتت هنلاقي التاسعة وضعت الاهلي على رأس التصنيف او على رأس الافضل في القرى وده بيأكد مكانة النادي الاهلي اللي لو بصنا دلوقتي على التصنيف بتاع اندية افريقيا سواء ما يتعلق بالتصنيف التراكمي اللي هو من القرن اللي فات واضفت اليه نقاط هذا القرن او ما تم فصله عن نقاط الموسم او القرن الجديد لازال الاهلي ايضا في الصدارة في كلا التصنيفات سيد ابراهيم منذ ان فكر الاتحاد الافريقي في بداية التسعينات في انه يعمل تصنيف للاندية الاكثر حصولا على النقاط والالقاب والوصول الى مبرانة النهائية بترتيب معين منذ ان وضع هذا التصنيف في بداية التسعينات والاهلي في الصدارة ولم يهبط عنها اطلاقا في يوم ما ولا يوم ولا يوم والتصنيفات مستمرة بنفس معاييرها من يوم ما انشئت فكرة الاحتفاء بهذه التصنيفات والترتيب حتى يومنا هذا والكل الكل يخضع لهذه التصنيفات ولكن عندما تريد ان تأخذ نفسك ايه اهم ايه المحلية ولا الكونفدرالية ولا بطولة العالم الاندية ولا الدوري الممتاز حتظل تحط نفسك انت في مكانة مش الاخرين الاهلي لا يضع نفسه في اي مكانة الا بيجهده وعمله والاخرين يشاوروا عليه اشتركوا في القناة